ملفات بوليسية القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير اسماء الاشخاص واحيانا للاماكن واذا ما وقعت شابه او تطابق في الاسماء او الوقائع فانه من باب الصدفة ليس الا الرجل الثالث كان الشاب محمد العطار طالبا نجيبا في كلية الحقوق بفاس بعد ان تخرج منها في العام الفين وجد وظيفة ذات افاق وباجر جيد في شركة لتأمين بمدينة الدار البيضاء ومع ذلك فان الشاب محمد ظل يبحث عن وظيفة تتيح له القرب من عائلته بمدينة فاس بعث بطلباته الى مؤسسات عمومية وغير عمومية عدة وكانت الادارة العامة للامن الوطني في جملة تلك المؤسسات تلقى منها ردا تمت دعوته الى اختبار انتقائي خاص بعمداء الشرطة اجتازه بنجاح ثم بعد استقالته من شركة التأمين التحق بالمعهد الملكي للشرطة الحقيقة ان محمد العطار طالما كان يحلم بالالتحاق باسلاك الشرطة بعد ان قضى عاما كاملا في المعهد الملكي للشرطة عين محمد العطار العميد محمد العطار بمدينة مكنأس بعد ان التحق تم الحاقه بالمصلحة الاقليمية للشرطة القضائية عادة ما يقضي بها الخريجون الجدد فترة من ثلاثة اشهر اثناء تلك الفترة ابدى العميد محمد العطار شغفا كبيرا بوظيفته الجديدة وتمكن من التوصل الى فك الغاز ملفات كانت في الانتظار كل ذلك لفت اليه انظار رؤسائه ذات صباح نقل عميد الشرطة في مدينة ميدلت على عجل الى المستشفى كان من القدامى ولما كان ضروريا تعوضه فقد تم تعيين العميد الشاب محمد العطار ليحل محله كان العميد محمد قد تزوج منذ فترة قصيرة واستقر الرأي على ان تزوره زوجته نهاية كل اسبوع في ميدلت كان عليه ان يجد سكنا لم يتيسر له ذلك سوى بعد فترة سيظل العميد محمد العطار يذكر ذاك السبت الثالث عشر من سبتمبر من العام واحد والفين يومها في الواحدة صباحا رن هاتفه ابلغته غرفة الاتصالات بمقتل شاب بعد تناوله جرعة دواء وان ذلك حدث بينما كان في البيت حفل انقلب الى مأتم لداء الواجب كان اقوى من العواطف ودع العميد زوجته والتحق بالمنزل حيث مات الشاب كان ذلك في منزل عائلة بن لحسن كان الاخوان محمد وارضا يقيمان وليمة بمناسبة ابرام صلح بينهما انهى شهورا من الخلاف حول ارث لعمهما كان العم عبدالله بن لحسن قد توفي منذ ستة اشهر ولم يخلف سوى بنت وحيدة اسمها عائشة واملاكا كثيرة ووصية اوصل مرحوم عبدالله بن لحسن بان لا تتزوج ابنته عائشة سوى واحد من ابني عمها محمد او رضا الذين ورث معها ما خلفه من تاريكات كل واحد من الشابين كان يطمع ان تكون عائشة وما ورثت له وذاك هو سبب الخلاف الذي كان قائما بينهما كان محمد الاكبر سنا وقد هدد شقيقه الاصغر بالقتل ان هو لم يتراجع عن منافسته على عائشة بنت العم وقد تدخل عدد من افراد العائلة لاصلاح ذات البين بين الشقيقين وكان الاتفاق على ان يتنازل الشقيق الاصغر رضا عن نصيبه في الارث مقابل ظفره بعائشة التي كانت من نصيبها ثروة هامة كان الاتفاق والصلح بين الشقيقين رضا ومحمد مدعاة الحفل الذي اقيم في بيت عائلة باللحسن والذي انقلب فجأة الى مأتم كان الشقيق الاصغر رضا يعاني من مرض مزمن منذ فترة كان عليه ان يتناول الدواء بانتظام وكان محمد قبل الخلاف وبعد الصلحة قد دأب على مراقبة مدى التزام رضا بتناول الدواء في تلك الليلة حيث حضر افراد العائلة كان محمد هو من ناول رضا الدواء فجأة بدى الشاب يختنق لم يمهل ايا من الحضور للتدخل وفارق الحياة نقل جثمان الهالك الى مستودع الاموات قال الطبيب الشرعي بعد معاينة اولية انه لا يستبعد ان يكون الرجل مات مسموما هناك بعض العلامات التي تفيد بذلك ولكن للتأكد من الامر يتعين تشريح الجثة وافق وكيل الملك على ذاك الاجراء وتقرر اجراء التشريح في الصباح استخرج الطبيب كل ما كان في معدة الهالك وضعه في اناء ثم ختمه وارسله الى المختبر قال الطبيب ان الشاب فارق الحياة نتيجة تناوله سما يتسبب في اختناق الضحية والموت في بضع دقائق عاد العميد محمد العطار الى المفوضية كان الوقت فجرا حرر التقارير التي يتعين توجيهها الى كل الجهات ذات الاختصاص تذكر انه خلف في البيت زوجه لما عاد الى المنزل كانت الشمس قد اشرقت منذ فترة اثناء الفطور تحدث الزوجان في مواضيع مختلفة كان العميد محمد العطار قد عود زوجته على التكتم حول المواضيع التي يشتغل عليها الواجب المهني يملي عليه ذلك اربعة ايام بعد مقتل الشاب رضا توصل العميد العطار ببرقية من المختبر الوطني بالرباط قنينة الدواء التي تم حجزها لم تكن تحتوي على ما يقابل ما كتب عليها كانت تحتوي على مادة سيانور القاتلة المادة ذاتها التي استخرجت من معدة الضحية وجد العميد العطار نفسه الان في مواجهة جريمة قتل وعليه ان يصل الى القاتل تم استدعاء محمد بن لحسن شقيق الضحية الذي كان على خلاف معه بسبب موضوع الزواج من عائشة ابنة عمهما تم ايضا استدعاء الشهود ممن كانوا حضورا في وليمة الصلح بين الشقيقين اكد الشهود في محضر الاستماع ما قالوه ليلة مقتل رضا واعترف محمد بانه من ناول شقيقه الدواء الذي كان الجرعة القاتلة قال انه كان يحرص على ان يتناول رضا دواءه في الاوقات المحددة كل الاذلة تجعل من محمد بن لحسن المتهم الرئيس في هذه القضية فهو المستفيد الاول والاكبر من اختفاء اخيه سيرثه وسيظفر ببنت العم والثروة التي كانت نصيبها من تركات والدها قراء تعززها حقيقة الخلاف الذي كان قائما بين الشقيقين قبل صلحهما لم تكن امام العميد العطار خيارات كثيرة محمد بن لحسن يبدو المتهم الاول في مقتل شقيقه ولذلك تمت احالة الملف على النيابة العامة وضع محمد بن لحسن رهن الاعتقال الاحتياطي مر الشهر لا جديد في القضية غير ان محمد بن لحسن دخل في اضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله كان يصرخ دون توقف انه بريء من دم شقيقه رضا كان يقول لمن يزورونه في سجنه ان العميد العطار سيتحمل وزر موته ان هو قضى رهن الاعتقال كل ذلك كان يتناهى الى علم العميد ولذلك عادت قضية رضا بن لحسن لتقد مدجعه وتشغل باله رجع اوراق الملف لم يبدو له ما يبعد الشبهة عن محمد شقيق رضا لاحظت زوجته انشغالة سألته ولم تكن تعودت على التدخل في شؤون عمله كانت القطرة التي افاضت كأسه باح لها بما يشغله علمت منه تفاصيل قضية الاخوين محمد ورد بن لحسن بادرته بالسؤال عن موقف بنت العم كان سؤال الذي نبهه الى ان ايا من المحققين لم يساء العائشة القصة لم تنتهي بعد الرجل الثالث الحلقة الثانية والاخيرة مر شهر على اعتقال محمد بن لحسن للاشتباه في تسميمه شقيقه الاصغر رضا كان بين الشقيقين نزاع كان يتنافسان للظفر بيد ابنت عمه مع عائشة كانت وحيدة والدها الذي توفي قبل ستة اشهر العم عبدالله بن لحسن خلف وراءه ثروة هامة وابنته الوحيدة ووصية اوصى بان لا تتزوج ابنته سوى واحد من ابني عمها محمد او رضا وكان الوحيدين الذين قاسماها تريكة والدها تدخل افراد من العائلة لاصلاح ذات البين بين الشقيقين ولما تأتى ذلك اقام الاخوان حفلا عائليا بهيجا كان رضا يعاني من مرض مزمن وكان شقيقه محمد قد دأب على ان يراقب مدى الالتزامه بتناول الدواء اثناء حفل الصلح شاهد الحضور الشقيق الاكبر محمد وهو يناول شقيقه الدواء كانت الجرعة التي فتكت به مات رضا دقائق بعد ان تجرع ما يفترض ان يكون دواء في تلك في تلك الليلة ابلغ العميد محمد العطار بالحادثة اضطر الى ان يترك زوجته الشابة وحيدة في البيت وانتقل الى بيت عائلة بلحسن اربعة ايام بعد الوقائع ثبت ان رضا بلحسن مات بسبب تناوله مادة سيانور القاتلة كان محمد يقر بانه من ناول شقيقه الدواء وهو ما اكده الشهود ولذلك تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي ولكنه ما فاتئ يصرخ وينادي بانه بريء من دم شقيقه رضا لجأ الى الاضراب عن الطعام وكان يقول لزواره ان العميد محمد العطار سيتحمل ذنب موته ان هو قضى رهن الاعتقال تناهى ذلك الى اسماع العميد وعادت قضية رضا بن قضى مدجعه راجع اوراق الملف لم يبدو له ما يبعد الشبهة عن محمد شقيق رضا لاحظت زوجته انشغاله سألته ولم تكن تعودت على التدخل في شؤون عمله كانت القطرة التي افاضت كأسه علمت منه تفاصيل قضية الاخوين محمد وريضا بن لحسن بادرته بسؤال عن موقف بنت العم كان سؤال الذي نبهه الى ان ايا من المحققين لم يسائل عائشة في الصباح ابلغ قاضي التحقيق المكلف بملف محمد بن لحسن بما اغفله التحقيق اوكل القاضي الى العميد مهمة الاستماع الى عائشة باعتبارها شاهدة لما سئلت عمن ترجح ان يكون وراء مقتل رضا ابن عمها واحد المرشحين للزواج منها لم تقدم جوابا شافيا بدى للعميد ان الفتاة لن تضيف جديدا الى الملف ولما قامت تهم بمغادرة المكتب دفعه فضوله الى سؤالها عما تنوي القيام به في شأن زواجها الان وقد مات رضا واعتقل محمد الذي ربما قضى بقية عمره في السجن بتهمة قتل شقيقه قالت هناك ابن عم ثالث كان تقدم لخطبتها وهو ابن عم لوالدها اسمه العائلي يختلف عن اسمها اسمه عبدالرحمن الحسني يعمل في مختبر شركة المعادن لما انصرفت عائشة الى حال سبيلها كان العميد العطار موقنا بان ما فاهت به الفتاة قبل قليل يفتح بابا جديدا للتحقيق حول مقتل رضا بالحسن فضل العميد ان يجمع كل المعلومات الضرورية حول عبدالرحمن الحسني قبل ان يستدعيه للاستماع اليها عاد العميد الى مقر اقامته ابلغ زوجته بانها كانت محقة فيما اقترحتها وان الاستماع الى عائشة مكن من فتح باب جديد للتحقيق الزم العميد زوجته بكتمان الامر مساء ذلك اليوم كان مدعوين لحضور حفل عيد ميلاد الطبيب البيطري حضر الحفل عدد من الاطر في مجالات مختلفة اغلبهم كانوا يقيمون علاقات صداقة كان الطبيب البيطري من طنة الرجال الذين يحبون المباهى وكان يتحدث بصوت مرتفع ليسمع الجميع عن انجازاته وبطولاته من جملة ما حكاه في تلك الامسية قصته مع رجل احضر كلبه الذي تعرض للتسميم قال ان الكلب لما احضر كان قد مات لانه تعرض للتسميم بمادة السيانور دسها له في قطعة لحم احد الجيران السيانور انها المادة القاتلة التي كشف التشريح عن وجودها في معدة رضا بللحسن في الغد تنقل عميد الشرطة الى عيادة الطبيب البيطري اراد ان يعرف من كان صاحب الكلب الذي تم تسميمه ومن قام بتسميم الكلب كان جواب الطبيب البيطري كافيا لم يكشف للعميد اسم صاحب الكلب فقط بل ايضا اسم من قام بتسميمه قال انه عبدالرحمن الحسني قصد العميد العطار رأسا الى مقر شركة المعادن حيث يعمل عبدالرحمن الحسني علم ان الرجل يعمل مسؤولا عن مخزن المواد التي تستعمل في غسل المعادن الخام عبدالرحمن الحسني كما علمنا من عائشة هو ابن عم من الدرجة الثانية كان ابن عم لوالدها ولكنه كان ايضا ممن تقدم لخطبتها استحضر العميد كل تلك المعلومات ليخلص الى ان عبدالرحمن الحسني ممن لهم مصلحة في موت رضاب الحسن ولذلك يتعين اخضاعه للتحقيق ابلغ العميد قاضي التحقيق بما جد في قضية مقتل رضاب الحسن وطلب الاذن بتفتيش منزل عبدالرحمن الحسني فكان له ذلك فضل العميد العطار ان ينحو منح المباغة نشر حول البيت عددا من اعوان الامن ولما وصل عبدالرحمن الحسني الى باب منزله باغته العميد الذي التحق به من اعوانه فتح الباب دخل العميد ومساعدوه ومعهم عبدالرحمن في المطبخ اكتشفت عدة علب تحتوي على مادة سيانور ايضا تم اكتشاف علبة دواء من نفس نوع الدواء الذي كان يتناوله رضاب الحسن تم اكتشاف كل ما من شأنه ان يجعل الشكوك تحوم حول عبدالرحمن الحسني صار الظنين الثاني في قضية مقتل رضا بالحسن سيق عبدالرحمن الى مفواضية الشرطة لاخضاعه للاستنطاق المفصل اقر وما كان امامه هامش كبير للمراوغة بانه من قتل كالبجاره وانه من غير محتوى علبة دواء رضا ودس فيها مادة السيانور قال قال انه كان يريد ان يصف وله وجه عائشة بعد ان لم ينل شيئا مما خلف والدها كان عليه ان يبعد الشقيقين عمد الى دس السيانور في الدواء الذي ناوله محمد لاخيه رضا على مرأة من الحضور ظن انه ابعد الشقيقين رضا ومحمد الى الابد الاول بالموت والثاني بالزج به في السجن لما بقي من حياته ستثبت التقارير المخبرية لاحقا ان السيانور الذي اكتشف في معدة الراح الرضا باللحسن هو من عينة السيانور الذي اكتشف في بيت عبد الرحمن الحسني ابلغ العميد محمد العطار قاضي التحقيق بالمستجدات تقرر تقديم عبد الرحمن للمحاكمة بادر العميد الى زيارة محمد بن الحسن في السجن دنى منه العميد اشاه عنه محمد بوجهه اسر اليه لم تكن مهمتي ان اوذعك السجن فحسب ولكن ايضا ان ابحث واتوصل الى ما قد يثبت براءتك وقد ثبتت براءتك التفت اليه محمد وهو لا يكاد يصدق اضاف العميد كان هناك رجل ثالث على خط الصباق من اجل يد عائشة عبد الرحمن الحسني كان الرجل الثالث وكان من قتل رضا باللحسن